تهدف حملة مئة يوم الصحة إلى الوصول للمواطنين في جميع القرى والنجوعة بمختلف محافظات الجمهورية ويأتي ذلك من خلال قوافلة طبية من سيارات للكشف وتشخيص حيث تستهدف الصغارة والكبار مئة يوم من الرعاية الصحية العلاجية والتشخيصية مبادرة جديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق من قلب العاصمة الإدارية بهدف الوصول للمواطنين في جميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية بقوافلة طبية تستهدف الصغارة والكبار الهدف من هذه الحملة حاجات كتير أول حاجة قبل ما يبقى فيه أمراض أنا لازم أبقى مكتشف إيه هي الأمراض اللي أنا هعمل وقايا لها أنا هقي نفسي إزاي من الأمراض دي الحاجة الثانية أنا خلاص قريدي جات للأمراض إزاي أنا هعرف أعالج نفسي وأروح للناس المتخصصة علشان أتعالج مش أي حد يعالجني هيتم إن شاء الله تواجدها في جميع نحية المحافظات على مستوى 27 محافظة وهيتم تواجدهم من الساعة 9 صباحاً لتسعة مساءاً وهيتم تواجدهم في التخصصات التأمين لتأمين عيد الأطحى المبارك وذلك تمام من تاريخ 26 بداية من غد لغاية يوم 6 أكتوبر إن شاء الله بإذن الله القوافل الطبية من سيارات للكشف والتشخيص بها كافة الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة والتي تقترب من مستشفى صغير متحرك بالإضافة لسيارات للإسعاف السريع والدراجات النارية والكهربائية أو السكوتر الذي يتحرك بخفة وسرعة ليصل للمرضى أو المصابين في أقرب وقت من أجل الإسعافات الأولية السكوتر ده مهمته أنه في وقت التكادز المروري والإزدعام المروري ده مهمة السكوتر أنه لو فيه أي مصاب في الشارع أو أي حالة إسعافية أو أي مريض في الشارع هذا السكوتر ده بيتم التوجه إيه وبيقدر أنه يتعامل معه من خلال حالته بنغطي جميع أنهاء الجمهورية بسرارات الإسعاف أي حالة محتاجة النقل بنيتعامل بالفور بنلل لأقرب مستشفى بالنسبة للحوادث منتشينة على جميع الطرق بنغطي جميع الطرق وجميع المناطق تحتوي هذه القوافل على معظم التخصصات الطبية بالإضافة لأطباء متحركين ومتخصصين يعملون على الكشف والعلاج والتوعية بأهمية الكشف المبكر لحديث الولادة والأطفال والمرأة وأصحاب الأمراض المزمنة خدمات صحية تشخيصية وعلاجية وتوعوية تأتي ضمن المبادرة المائة يوم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القوافل التي ستجوب المحافظات كافة من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري والتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة العامة كريم بيبرس التلفزيون المصري